اشتركوا في القناة حاجة عند ربنا ما يعطش يبقى يفكر كتير انه لازم ربنا يستجيب او لازم ربنا يعمل حكاية بالطريقة دي طب نفرض انه هو بعد ما صلى كتير عشان موضوع معين في الاخر ربنا ما سمحش بالحاجة بتاعته او بالاستجابة يبقى هنا في الوضع ده هو بيجرب الرب يعني هو كده بيحط نفسه في موقف مش مظبوط وفي نفس الوقت بيتعثر في ربنا وفي محبة ربنا لي لكن الحاجة الجميلة للكتاب بيلفت نظرنا ليها قبل الصلاة اهب نفسك يعني سيب نفسك بالكامل لربنا وكرس مشيئتك بالكامل واردتك بالكامل لتدبير الله حسب من ربنا يشوفي وانا وانا بصلي اه انا عندي طلبة وفي حاجات شغلاني وفي موضوع شغلني او اليومين دول او مشكلة انا بكتازها وانا بصلي كتير او ربنا عشالها بس وانا بصلي فعلا بقوله لتكن مشيئتك انا معارفش الصالح فين ممكن تكون انت سامح ان المشكلة تقعد معايا شوية ما تتحلش بسرعة ممكن ما تتحلش خالص لفترة طويلة انت رب في الوضع اللي انا فيه دعاوز لي خلاص نفسي وابديتي والصالح لي والخير لي فانت بتعمل لي الصالح زي ما قال يعني متناح البابا شنودة الثالث لما قال قد تكون استجابة الصلاة في عدم استجابتها يعني ممكن الواحد يطلب حاجة من ربنا كتير وعشان ربنا بيحبني فميعمل ليش الحاجة دي او ميعملهاش فوقتها يعني زي زكريا وقالي صباط صلوا كتير او عشان ربنا يديهم ولد ربنا مداش الجران خدوا والعناصي اخدت ولا ما تعرفش ربنا خدت والناس اللي ماشية غالط خدت وزكريا وقالي صباط حيتهم حلوة قوي مع ربنا على طول ربنا مدهمش طب هل في الوقت ده لو كانوا هم مركزين او نلازم ربنا يعمل كده يعني هتعثروا في ربنا يبقى بيجربوا ربنا لكن هم سلموا المشيئة بالكامل جه في الوقت المناسب بقى حتى بعد الوقت اللي هم شايفينه جه يوحان المعمداني الوحيد في العالم اللي حط ايديه على رأس المسيح له المجن واللي شهد عنه المسيح انه هو اعظم موليد النساء فعشان كده حلوة قوي ان الانسان لما بيصلي يبقى بيسلم مشيئته بالكامل لربنا زي ما قال لما علمنا بولس فرساد في ليبي صحة 4 لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم تلباطكم لدى الله وسلام الله لزيفوه كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع فحلوة ايو زي ما قال سفر يا شوع ابن سراخ ان احنا قبل الصلاة نقدم مشيئة ربنا ونثق في محبته ونثق في تدبيره وفي انه هو بيعمل احسن حاجة لنا بنصلي كتير بنطلب كتير لكن بنقول يا رب انت في الاخر انت ابونا وانت هتعمل الصالح لنا وانت الرعي الصالح هتعمل لي احسن حاجة بس انا بصلي كتير عشان اقف قصادة عشان هتمتع بالكلام معك وعشان نحس بوجودك في حياتي اهم طلبة بنطلبها في الصلاة ان ربنا يبقى حاضر في حياتنا يبقى موجود يحسسني بوجوده حتى فص المشكلة حتى لو ما تحلتش بس وجوده معايا بالدين الثقة وسلام وراحة وتعزية ونعمة ومعونة فجميلة اوي الاية في صفر يا شوع ابن سراخ صحة 18 اية 23 قبل الصلاة اهب نفسك ولا تكن كانسان يجرب الرب لإلهنا كل مجد وكرم الابد امين اشتركوا في القناة